إلى ذلك قال عضو في الدائرة القانونية في مجلس النواب إن بعض أطراف تحالف الإطار التنسيقي اعترضت على بعض فقرات مشروع قانون التغييب القسري المطروح للقراءة الأولى في البرلمان وبيّن عضو الدائرة القانونية في حديث للعرب الجديد مشترطا عدم ذكر اسمه أن تلك الأطراف تحاول إعادة صياغة الفقرات التي تفرض إجراء تحقيق بعمليات التغييب القسري السابقة ومحاسبة أجهات المسؤولة عنه وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان سعت لتمرير القانون إلى جلسة تصويتا لها إلا أنها تمثل الحلقة الأضعفة في البرلمان وأن نفوذ الإطار التنسيقي هو الأقوى لذا أعيد القانون وفشلت محاولات تمريره